أجر رئيس الحكومة المستقلة لجدور البليار خصي رامون بوثا مباحثات مع وزير الطاقة والمعادن فؤاد الدويري همت كيفية الارتقاء بالتعاون والاستفادة من التروات الكبيرة التي تسخر بها البليار ومن كفاءة مواردها وكذلك تبادل التجارب فيما يخص قطاع الطاقة وخاصة الطاقات المتجددة وتدبير الموارد المائية كان تبادل التجارب والأراء حول كيفية نمو أو كيفية نستفدو من هذه التروات وخاصة على الطريق بالاستدامة لأن هذه التروات الطبيعية رأى هشة وتغسر نستفدو عليها وكذلك هذا ولا في ميدال الطاقة وهذا من خلال الطاقة المتجددة ولا في تدبير النفايات النفايات السلبة والنفايات السائلة ولا في تدبير الموارد المائية وكيفية نستفدو من الطرف والطرف الآخر من التجارب ومن خبرة المقاولات والكفاءات البشرية التي تمتاز بها الجزر الباليار وتمتاز بها المغرب كذلك تجمعنا مع المملكة المغربية أشياء كثيرة أولا البلدان لديهما حدود مشتركة ثانيا الصداقة الأخوية بين الأسرتين الملكيتين التي ترصخت على مدى سنوات نريد تعريف المغرب بعدد من المقاولات الرائدة في عدة مجالات خاصة مجال الطاقة والسياحة والترفيه والاستثمار في البنيات التحتية وكذا قطاع الطيران والنقل البحري وبالتالي المساهمة في خلق الثروة والتنمية بالمغرب نحن نتابع بإعجاب وثقة كل الخطوات التي تتخذها الحكومة المغربية حكومة تعطي الثقة والتي تشترك مع حكومة البليار التي أترأسها في السعي إلى الإصلاح والتغيير المترجمات الأنماء بالاستثمار على حجز النساء تشترك بالمغربية المترجمات بفوارد والتجام بالمغربية المترجمات الانتخابة